الصحافة الاستقصائية غير موجودة في الجزائر أعتقد أنه رمز لشخص ما رأيك حوالي قبل يعني يومين أو ثلاث الشيخ السلفية في الجزائر اللي هو حمداش يفتي بدرورة هذر دم الكاتب والصحف في كمال داود أولا اسمحني بها نقول لك هذا حمداش عنده شخص في الأمن في المؤسسة الحاكمة يقف وراءه يقف وراء زعيم السلفية نعم هذا سمعتها من واحد من العائلة هذا كلام موتك هذا أستاذ لا سمعتها من واحد من العائلة عرفني يوجد في ضراريا داني المزرع قال لي تعرف حمدوش قال لي أنا اسمي حمدوش هاو نعطيلك معلومة قال لي تأكد منها فقط فإذا أنا شخصيا هذا الذي يأتي بفتاوة بباحة دم هذا لا يمكن أن يكون مسلما اسمح لي من يبيعوا دم الآخر لا يكونوا مسلما حتى ولو قتل عنا عدالة عنا العدالة الوحيدة التي تبيعوا دم ألا يؤثروا فينا الرعب من جديد هذا الخطاب لا يؤثر لا يا اسمع يوميا المصريين يوميا الفتاوة كانت عندما كنا في عهد الإرهاب تلين وتسعين لغاية سبعة وتسعين بالدرجة الأولى هذه المرحلة التي كانت صعبة يوميا الفتاوة أنا تعرضت ثلاثة مرات للقتل هل يعقل هل يعقل أن واحد يحوسي دير حزب يدعو إلى القتل أو شخص آخر أعطي المثال واحد كان يحمل سلاح ويجري دير حزب ولكن لابد أن تتحرك العدالة هنا العدالة يجب أن تتحرك كل من يبيح دم أي مواطن مهما كان دين ومهما كان عرق ومهما كان يجب أن العدالة النائب العام يتحرك ويفتح تحقيق لا يحق أن نسمح لأي شخص يسيء الآخرين ممكن نختلف معاك أنا ممكن عندي دين وأنت دين ولكن لا يحق المساس بالقبار أستاذ سؤال آخر قبل أن نختم البرنامج هناك الكثير من القنوات